النهاردة الحكومة الجديدة هتؤدي اليمين الدستوري أمام السيد رئيس عبدالفتاح السيسي والطبع الحكومة الجديدة هتواجه تحديات اقتصادية كبيرة وهتعمل على توشيط الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات وأيضا مواجهة التضخم يمكن شفنا حاجات جديدة في التوشيحات الوزرية وبعض العواجل اللي كانت موجودة عبر قناة أكسترا نيوز استحداث بعض الوزرات وخليني أقول أنه ضم يمكن حقائب وزرية مختلفة لوزرات قائمة بالفعل وحاجة جديدة كمان يمكن شفناها وهي بعض النواب للوزراء يعني مصادر الأكسترا نيوز نهاية شهين علي نائبا وزير النقل وجد شحات عبدالحكيم نائبا وزير النقل كمان بقينا نشوف اتنين نواب للوزراء يومنا أسامة فريدة البحار نائبا لوزير السياحة منتصر منع نائبا لوزير الطيران المدني غدا مصطفى لبيب نائبا لوزير الاتصالات رأفة عبدالعزيز فهمي نائبا لوزير الاتصالات سيد إسماعيل علي نائبا لوزير الإسكان والكثير من النواب ويمكن ذي الجديد من أو اللي احنا شايفينه جديد في هذا التشكيل يا مصطفى يعني عن فكرة الدمج اللي انت قلتيها والاستحداث وعن فكرة استحداث وزرات جديدة وعن فكرة تصعيد قيادات شاببية وعن فكرة وجود عدد كبير من النواب لرئيس مجلس الوزراء اللي هو بقى لين نائبين وعدد كبير من الوزراء اللي بقى ليهم أكتر من نائب نتكلم عن التحديات أيضا الاقتصادية اللي هتواجه الحكومة الجديدة ملفات كتير جدا هنحلل فيها الشكل الجديد لهذه الحكومة اللي هتؤدي النهاردة اليمين الدستورية في يوم تاريخي وفاصل في حياة شعب نصر يوم يوم 3-7 رحبا معنا بضفنا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد يعقوب مسؤول الملف والقصادي فيه اليوم السابع اللي هيكلمنا عن كل ما ذكرناه سابقا أهلا بك أستاذ أحمد صباح الخير أستاذ أبساند صباح الخير أستاذ مصطفى وأهلا بالسادة المشاهدين أهلا بك أحمد حكومة جديدة عندها تحديات أول هذه التحديات التحدي الاقتصادي قبل ما أخش فيه الاستحداث والدمجة وخلافه أتكلم في الشارع والشارع هنا اللي يهمني هو البصلة التحدي الاقتصادي ضبط الأسعار إيجاد مصادر بديلة للعملة الأجنبية العمل على ملفات زي السياحة وحندنا مخرجين مهم إزاي الصناعة عندنا حقيبة مهمة راحة لوزير مهم كل ده ترجمته إزاي قدامك الحقيقة في البداية خلينا نقول أن الملف الاقتصادي هو أولوية الأولويات بالنسبة للحكومة الجديدة اللي هتؤدي اليمين الدستورية النهاردة الليه الملف الاقتصادي لأن فيه الاقتصاد العالمي بيمر بتباطق في معدلات النمو ارتفاعات في الأسعار بشكل كبير على مدار الأربع سنين اللي فاتت استدعت أن البلوك المركزية ترفع الفائدة ودي كانت تأثيراتها كبيرة على بيئة الاستثمار العالمية دي انعكاسات على الاقتصاد المصري مهمة وبالتالي الحكومة الجديدة عن طريق استحداث وزارات متخصصة في ملف الاستثمار والتجارة الخارجية بالإضافة إلى أن كمان يعني فكرة وجود النواب الكتيرة وفي نفس الوقت كمان التنسيق الجهود ما بين الوزرات المعنية وجهات الحكومية بينها وبين بعضها ده أولوية مهمة خلال المرحلة المقبلة مواطن المصري سيد مصطفى عايز يشوف يعني فكرة الأسعار هو الأولوية بالنسبة له الفترة الحالية خفض الأسعار تدريجيا خلال المرحلة المقبلة ده الأولوية وخفض معدل التضخم تحديدا الثلاث شهور اللي فاتت معدل التضخم انقفض في مصر تدريجيا لـ 27% استهداف البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة أنه هو ينزل لأقل من 10% خلال الشهور المقبلة وبالتالي ده بيستتبع أن الحكومة الجديدة بالتنسيق مع البنك المركزي لأن البنك المركزي دوره الأساسي هو استقرار الأسعار Price Stability وده دور البنوك المركزية في العالم كله وبالتالي الفترة المقبلة هتحتاج أن التعامل مع ملف الأسعار والتضخم الملف الثاني المهم زيادة الانتاجية في القطاعات المهمة زي الزراع والصناعة والطاقة الجديدة والمتجددة وأنا بشوف أن التلات قطاعات دول هم الأهم خلال المرحلة المقبلة للاقتصاد المصري ببساطة جديدة لأنه أنت كلما بتزود انتاجية السلع والمنتجات من القطاعات دي ده بتزود المعروض منها في الأسواق والقاعدة الاقتصادية البسيطة كلما بتزود المعروض من أي سلعة كل مساعرها بينخفض في الأسواق وكمان بتزود فرص التصدير للخارج كدولة مصرية أولوية الحكومة كمان خلال الفترة المقبلة الثالثة هي الفكرة الخاصة بجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ورؤوس الأموال والعملة الأجنبية في مصادر خمسة للعملة الأجنبية للاقتصاد المصري السياحة، صادرات المصرية لدول العالم المختلفة تحولات المصريين العاملين بالخارج بالإضافة إلى قطاع قناة سويس طبعا وإرادات قناة سويس وأخيرا قطاع المتعلق بجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سواء المباشر وغير المباشر في أرقام مهمة في الاستثمار غير المباشر ورصيد تقريبا نحن بتكلم على 33 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة صفقات استثمارية كبرى تم الإعلان عنها مؤخرا سواء المشروع الخاص المبارح والتكامل ما بين الحكومة والقطاع الخاص باستثمارات تريليون جنيه في تطوير 5500 فدان في السحل الشمالي قبلها صفقة رأس الحكمة 35 مليار دولار قبلها يوم السابت والحد اللي فاته كان المؤتمر الشديد الأهمية ومؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي وده إجمال التعاقدات الخاصة به ومذكرات التفاهم 67.7 مليار يورو الأرقام دي مهمة ترجمتها إلى مشروعات حقيقية متسرعة البيس أو مؤتير التنفيذ هذه المشروعات ده تحدي مهم أمام الحكومة لأن الفكرة الأساسية لما أنت بتستحدث وزارة جديدة للاستثمار والتجارة الخارجية وبالتالي في أولوية تم استحداث هذه الوزارة في الحكومة الجديدة أنه يكون الملف تحت قيادة أنا يعني أعرف الوزير الجديد هو حد مشهود لي بالكفاءة في ملف بنوك الاستثمار وبالتالي الفترة المقبلة مع التواصل مع العالم الخارجي ملف الاستثمار والتجارة الخارجية هو الأولوية التالتة يعني إحنا بنتكلم على الأسعار وضبط الأسواق بنتكلم على تعزيز موارد العملة الأجنبية والاستثمار وغيرها من موارد العملة الصعبة والحاجة اللي أنا بشوفها برضو ملحة خلال المرحلة المقبلة التواصل المباشر مع المواطنين إحنا عندنا دلوقتي الحكومة الجديدة إحنا بنتكلم على 32 وزارة تقريبا نتغير 20 وزير يعني فيه 20 وجه جديد في الحقائم الوزرية المختلفة تم دخ دماء جديد صحيح وحركة المحافظين حركة المحافظين أنا بتكلم على 27 محافظة تقريبا 20 محافظة فيه وجوه جديدة في 21 محافظة تحديدا شفنا سيدات كمان هيكونوا محافظين نسبة تمثيل المرأة والشباب عن طريق الأدوار الخاصة بنواب الوزراء ونواب المحافظين ونواب رئيس مجلس الوزراء دي نقطة مهمة جدا فيه كمان الحكومة الجديدة آخر نقطة هو النزول بسن الوزراء يعني أنا الملمح العام للوزراء فيه الحكومة الجديدة والمحافظين اللي مطروحين ونوابهم أنا أعتقد أن فيه انقفاض فيه معدل السن وده شباب الدفع من الشباب وعنصر المرأة وده مهم للمرحلة المقبلة في مزيد من التواصل مع المواطن في الحقيقة الفكرة مش مرأة ورجل والفكرة من الأكفى صحيح طيب من التكلم ما يقرب من شهر حتى الألان حتى تم الألان عن الوزراء الجداد أو الحكومة التشكيل حكومي الجديد خدوا وقت كبير عشان ينقوا كوادر طاليق بهذه المرحلة اللي هي في الحقيقة حارجة جدا عجبني عوين حضرك من شوية اتكلمت عن معرفتك بوزير الاستثمار الجديد وأنه هو رجل تم الإشهد به من قبل العديد من الجهات المختلفة أنه هو يليق تماما بهذا المنصف في هذا الوقت تعرف ايه تاني حابينا تحكي لنا أكتر عن الوزراء الجداد اشتغلوا ايه قبل كده يعني احكي لنا أكتر عنهم الحقيقة طبعا فيه دمج لوزارة التخطيط والتعاون الدولي وأنا أعرف بشكل شخصي الوزيرة المسؤولة عن الملفين دول وفكرة الدمج بين الوزارتين دول تحديدا لأولا زيادة كفاءة الأداء والعمل الحكومي تتكلم على دكتورة رانيا المشاط والحقيقة دمج الوزارتين دول أهميته أن التخطيط ده بتخطط للتنمية المستدامة والخطط الاقتصادية المستقبلية الدولة المصرية التعاون الدولي هو ملف مهم وهي كانت مسؤولة ملف التعاون الدولي ووزيرة التعاون الدولي في الحكومة السابقة وبالتالي التكامل بين الملفين دول التعامل مع المؤسسات المالية الدولية والأطراف الدولية وكمان شركاء التنمية الدولية ورسم الخطط والملامح الاقتصادية في فكرة التخطيط وبالتالي التكامل بين الملفين والدامج بين الملفين مهم خلال المرحلة المقبلة ده بالنسبة للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حاجة تانية المهمة زي ما تكلمنا على الاستثمار والتجارة الخارجية في كمان التموين والتجارة الدخلية والحقيقة برضو كفاءة مهمة الوزير الجديد لأنه هو أثبت يعني طبعا هو كان رئيس أهاية البريد وقبل كده كان كمان رئيس بنك ناصر الاجتماعي فده كله عند خبرة شوف نبراح كان فيه طابور شرف عبلينه كمان صحيح وده مشهد مهم جدا الحقيقة ايوه ايوه العاملين معه تقديرا نيوس أخيره صحيح العاملين في أهاية البريد فكان ممر شرفي مهم ده ملبح مهم ان كمان استكمال مسيرة العمل الوطني بالنسبة للأفراد يعني كل واحد في هذه البلد ليه دور ليه دور انه هو بيستكمل دوره الوطني في أماكن مختلفة تبقى لمتطلبات وأولويات وأجندة الوطن في المرحلة المقبلة لان المرحلة المقبلة هي مرحلة دقيقة فيه تحديات إقليمية وعالمية متسرعة وفيه حالة الانسيرتينتي أو عدم اليقين انه محدش عارف بكرة فيه ايه وبالتالي الحالة دي بتعمل ضبابية في العالم كله والاقتصاد العالمي في فكرة التخطيط للمستقبل صحيح وبالتالي انت لما في الوزارات كمان الجديدة فيه التركيز على ملاف الصناعة الحقيقة دمج الصناعة مع النقل انا عايز اوقف عندها لان فيه ناس كتير تقول ايه علاقة الصناعة بالنقل انا عايز اتوقف برضو عندها كان فيه اختبار مهم جدا لمناف الصناعة لما حصلت حرب 7 اكتوبر في قطاع غزة وحصل معها في الداخل المصري حملة لمقاطعة كل المنتجات الاجنبية او الامريكية او الاوروبية اللي بتدعم دولة الاحتلال وده خلينا نتوقف عنده كان اختبار مهم لمناف الصناعة نجح فيه من نجح ورسب فيه من رسب فيه شركات طلعت من تحت في مجال مشروبات الغزية مثلا وكان اثبتت انها نجحة وفيه مشروبات فشلت فيه كمان في كل المجالات بطاعم وجبات سريعة صح الكلام اللي انا بقوله طيب انا لو انا بقى حشتغل على الملف ده مع حد فاهم زي مهندس كامل وزير اثبت كفاءة في عدد كبير من الملفات قبل كده هل تعتقد ان هو ممكن ينقل مصر لدولة صناعية دي نقطة مهمة جدا فكرة الاهتمام بتطوير المنتج المحلي والصناعة الوطنية وحضرتك لفت انتباه السيدة المشاهدين لحاجات مهمة جدا خاصة بحملة المقاطعة التي تزامنت مع الحرب الاسرائيلية الغشيمة على قطاع غزة عايز اقول لحضرتك ان الملف ده محتاج نقلة كبيرة لفترة المقبلة عن طريق اولا ان حد ينزل في الميدان يشوف المتطلبات بتاعة المصانع وينزل في المواني لان هو برضو فيه تكامل اولا صناعة النقل دي لاه علاقة بقطاع الصناعة وبالتالي في اسمها صناعة النقل وانا سفرت العديد من دول العالم والمصانع الكبرى في العالم هي صناعة بسموها transportation industry فهي لاه علاقة بقطاع الصناعة التكامل بينهم مهم عن طريق الشخصية اللي بتتولى الملف ده اولا هو نائب رئيس الوزراء وحيكون وزير للنقل ووزير للصناعة ليه نائب رئيس الوزراء؟ هيشرف على عدة حقائب وزارية اقتصادية اقتصادية بتحدث نقلة في الملف ده في ملف الصناعة وبالتالي ده اولا مهمة مثل الاستثمار مثلا؟ اه يعني التكامل ما بين الاستثمار والتكامل ما بين التخطيط والتعاون الدولي التموين والتجارة الداتية بالاضافة الى قطاع النقل والصناعة الشخصية المنضابطة الفريق كامل وزير طبعا وهو بينزل كمان الجولات المدنية ده مهمة الفترة المقبلة بتحتاج التكامل وتضافر الجهود بين المجموعة الاقتصادية وبالتالي احنا شفنا حتى سيد مصطفى في التعديل او التغيير الوزاري الحالي ده تغيير شامل في الحقائب الاقتصادية الوزارية وكمان استحداث ودمج وزارات في الحقائب الوزارية الاقتصادية ده لاحداث نقلة في مستوى جودة الخدمات الحكومية ومستوى الاسعار وخفض الاسعار خلال المرحلة المقبلة ضبط الاسواق بالاضافة الى ان كمال تضافر الجهود ما بين ان يكون حد مشرف على الملف ده تحت طبعا رئيس رئيس مجلس الوزراء فانا اتوقع ان خلال المرحلة المقبلة مع فكرة تسارع مستوى الاداء وان ضخ دماء جديدة وكمان فيه نواب علشان توزيع المهام الحكومية وكمان فكرة يعني فيه فكرة مهمة جدا في دمج الوزارات بينها وبين بعضها يعني مثلا فكرة التعاون الدولي والتخطيط فكرة الخارجية والهجرة اولا ده في قطار سياسة ترشيد الانفاق الحكومي بالاضافة الى تكامل الملفات بينها وبين بعضها تحت رئاسة وزير وفيه عناصر بتساعده وفريق عمل فكرة التيمورك خلال المرحلة المقبلة مهمة اخر وزير عايز اقف عنده هو احمد كوجك وزير المالية الجديد احيانا بتعامل معاه بقالي اكتر من عشر سنين هو البروفايل بتاعه كان فين البروفايل بتاعه كان نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية لمدة ثمان سنين وكان اشرف على ايه اشرف على الملف فيه ملفين مهمين جدا في الاقتصاد ملف المانتري بوليسي او السياسة النقدية ده بيشرف عليها وبينفذها البنك المركزي المصري بالاضافة الى ملف الفيسكال بوليسي او السياسة المالية ده بتشرف عليها وزارة المالية ببساطة جديدة عشان السادة المشاهدين السياسة المالية دي تستهدف خفض عجز الموازنة زيادة الموارد الخاصة بالدولة السيطرة على الدين العام ده كلها ملفات عاصب وزارة المالية زي ملفات السياسة النقدية في البنك المركزي ده اسعار الفايدة والتضخم والحاجات الاساسية بتاع شغل البنك المركزي احمد كوجك الوزير الجديد للمالية هو ابن وزارة المالية عنده علاقات دولية واسعة وهو اللي أشرف كمان على مراحل التفاوض وهي القروض الخاصة بسندوق النقد الدولي وديه مهمة جدا في التعاون مع المؤسسات المالية الدولية يشتغل فترة في البنك الدولي وبالتالي دي إكسبوجر أو خبرة مهمة يقدر يخدم من خلالها المنظومة بتاعة السياسة المالية يشتغل في البنك الدولي وكمان الماستر والدراسات العليا من جماعات بريطانية وأمريكية هو كفاءة مهمة وشاب يعني عنصر الشباب وعنصر الكفاءات لأن كانت توجيه القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة في خطاب التكليف أن الاهتمام باكتزاب الكفاءات الدولية أن هي تكون عناصر فاعلة خلال المرحلة المقبلة في الحكومة وده اللي خل المشاورات وأكتر من 130 اجتماع على مدار شهر ليه؟ لانتقاء أفضل الكفاءات عشان المرحلة المقبلة الخمس أو ست سنين المقبلة الظروف دقيقة ومتسرعة وغير ضبابية يعني غير معلومة أو غير واضحة نحن بس العالم كله يعني دول كبيرة بدون ذكر أسلاء بتمر بأزمات اقتصادية كبرى يعني وخلينا لا نخفل عن التحديات الدولية اللي احنا بنمر بيها دي حقيقة دغوطات كل مدى بتبقى أكبر وأعنف من الأول إقليمية ودولية ومحلية خلينا نقول طبعا الأزمات الاقتصادية والطاقة اللي احنا بنمر بيها دي أزمة بنمر بيهل النهاردة دكتور مصطفى مدبولي كانتكلم على عقد أكتر من 65 اجتماع تقريبا لاختيار الكوادر التي طليق بهذه المرحلة دعني أقول الله يعني اسمها إيه مصطفى سعيدني فيها لكن الضغط الكبير الموجود على الحكومة تحديات كبيرة الموجودة على عاطق الحكومة الحالية هل هم هيعملوا إيه عشان يرضوا الشعب المصري النهاردة تحديات كبيرة لكن يعني كوادر كمان طليق بهذه التحديات إيه في رأيك إيه الخطوات الجدة القادمة اللي هتتخذها الحكومة القادمة سريعا لإرضاء الشعب المصري لو نعمل قراءة تحليلية لتحديات المرحلة المقبلة وما تتطلبه هذه المرحلة الدقيقة أولا مزيد من التواصل مع الشارع المصري ده أهم حاجة إن كل المسؤولين سواء محافظين جدد ونوابهم ونزلوا زراء جدد ونوابهم ينزلوا يتفاعلوا ويبقى فيه انخراط في التفاعل مع المواطن المصري لأن انت جاي عشان تخدم رجل الشارع والله العظيم ولو فيه أزمة والشارع حاس أن فيه مسؤول بينزل حيوقف مع الحكومة فكرة أن انت جاي على تخدم رجل الشارع تخدم المواطن ومصر بلد كبيرة 106 مليون وعندنا قرب العشرة مليون ضيف وبالتالي التحديات كبيرة ولكن فكرة مزيد من التواصل مع الشارع المصري والوقوف على المشكلات والتحديات وسرعة حلها ده رقم واحد رقم اتنين المهم هو التركيز على القطاعات الانتاجية زراعة وصناعة وتكنية معلومات واتصالات وبنية تحتية وطاقة جديدة ومتجددة النقطة التالتة المهمة هو التكامل والتنسيق والتشاور ما بين مجلس المحافظين وما بين مجلس الوزراء عن طريق الاجتماعات المشتركة الوقوف على التحديات ما بين الإدارة المحلية وما بين الوزراء نفسهم بالإضافة إلى أن كمان الاستماع إلى منصات مختلفة لتلقي الفيد باك الخاصة بالجمهور سواء منصة الناشنال ديالوج أو الحوار الوطني وفي مخرجات مهمة للحوار الوطني لابد أن الحكومة تشتغل على تنفيذها سواء في الملف الاقتصادي أو غيرها من الملف الاجتماعي أو غيرها وبالتالي كمان الاستماع إلى المنصات المهمة زي اتحاد الصناعات المصرية الوقوف على التحديات الخاصة بالصناع اتحاد الغرف التجارية النزول للمحافظات نفسها ونشوف إيه المشكلات بتاعة التجمعات الأعمال أو مجتمع الأعمال ورجال الأعمال والمستثمرين لتشجيع الاستثمار المحلي ده مهم جداً أنه هو يعني بانوراما للعمل متعدد ومختلف الجهات طيب إحنا هنروح لفاصل سريع لكن من بعده هنرجع نكمل كلامنا أكيد مع ضفنا اللي بنورنا الكاتب بالصحفي أحمد يعقوب مدير تحرير اليوم السابع ومسؤول الملف الاقتصادي بعد الفاصل تابعونا برحب مرة تانية بضفنا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد يعقوب مسؤول الملف الاقتصادي في اليوم السابع والحديث متواصل عن تشكيل الحكومة الجديدة تحديات اللي بتواجه هذه الحكومة إزاي تقدر ترد الشارع المصري فيما تعلق تحديداً بالملف الاقتصادي إزاي تتواصل في عدد كبير من الملفات يمكن يتكلمنا عن ملف الصناعة والتحديات المرتبطة به اتكلمنا عن خفض الأسعار والتحديات المرتبطة به ما زال الحديث متواصل عن مصادر العملة الصعبة وملف السياحة أستاذ أحمد ملف السياحة محتاجين مايسترو يعزف بانتظام المتحف المصر الكبير مع مهرجان العالمين مع الشواطئ المصرية مع منظومة الطرق والكباري والبنية التحتية اللي اتعاملت في المطارات وفي المدن يستغل كل ده وينقلنا في حتة تانية احنا مش أقل من أسبانيا ولا أقل من تركيا ولا أقل من دبي احنا عندنا بنية تحتية تضاهي الناس دي ويمكن أحسن وأسعارنا على فكرة خفض العملة الصعبة ده فمصلحة السائح إن هو ييجي صحيح يصرف أكتر صحيح تفتكر الوزير الجديد البروفايل بتاعه يقدر يسمح بداي يمكن الوزير اللي فات بس معناش عنه كتير إنه نشتغل في الملف ده بالشكل ده أنا بعتبر إن ملف في السياحة واحد من أبرز الملفات اللي لازم تشتغل عليها كل الحكومة خلال المرحلة المقبلة ليه؟ لأن عندك الجراند إيجيبشن ميوزيوم أو المتحف المصري الكبير وسيتم افتتاحه خلال المرحلة المقبلة وبالتالي ده أكبر متحف في العالم لحضارة واحدة فأنت لازم تستغل وجود أكبر متحف في العالم وأنا حتى لما سفرت لندن في البريتش ميوزيوم أكثر الأجنحة إقبالاً من كل الرواد للمتحف البريطاني الجرح المصري أنا كان عجبني بس أنتوا بتتكلموا قبل ما نرجع في فكرة إيه اللي ناقص وأعت فكر ياسف ضلت سكتا وعادة بفكر كياتا بهو إيه اللي ناقص فعلاً يعني بس أنت لفت العالم فعلاً حرفان فهي ممكن تقدر تدينا إجابية مش الدرجة بس يعني هقول لحدك إيه مثلاً أنا كنت بقى إحدى الدول المشهورة جداً جداً يعني ولقي فيه زبالة في الأرض ودولة أوروبية لكن الناس عايزة تروح تاخد الصورة دي فهل النهاردة تأثير السوشيال ميديا مش مفهوم قد إيه هو قوي يعني من كتر ما هو قوي هو الموضوع ابتدى يبقى بجد هو مش مفهوم يعني أنا فضلت متنحة أنه أنتو بتعملوا كل ده عشان تاخدوا الصورة دي ما فيش حاجة ما فيش قصة بس يعني توريفال الناس رايحة عشان خاطر تاخد الصورة مع توريفال لكن ما فيش أي عامل جذب أو إبهار تاني غير كده يعني عادي كل حاجة عادية صحيح فالنهاردة هل ما عادت أفكر وانتو بتتكلموا إيه اللي نقصها إحنا نقصنا الماركتنج الصح إحنا نقصنا أول حاجة البيهيفير السلوك ده رقم واحد صدقني الدول كلها بقيت الشعوب فيها بتتصرف تصرفات مش أحسن لكن العقل المجتمعي والسلوك المجتمعي ده دور الإعلام وده دور الحكومة وده دور السلوكيات والأسرة التنشيئة من البيت ده مهم جدا في فكرة السلوكيات للتعامل معها إيه اللي الحكومة تقدر تعمل فكرة الحملات الخاصة بالتوعية بسلوكيات التعامل مع السياح أنا بشوف أنه بتجيب نتيجة جداً وتحديداً استخدام بناول سواء التجسي حنطور لكل ما يتعامل مع حتى موظف المطار اللي بيستقبل السايع اللي الناس اللي بتتعامل مع الإجراءات والفيديو بلوجرز تلاقيهم سايبين كل الجمال ممركز على الحكومة صحيح لأن خلي بالحضرتك استخدام المنصات الخاصة بالسوشال ميديا والوسائل اللي بتوصل للناس كل الناس معها موبايلات دلوقتي وسمارتفونز فلما تبقى عندها الحملات دي انت قادر تبعث لها على الواتساب أو على المنصات دي بتتقطبهم على المنصات السوشال ميديا بشكل سريع ده بتجيب نتيجة على فكرة وبتغير في السلوكيات عايز أقول لحضرتك ملمح مهمة جداً يا أستاذ مصطف لما حيك فيه أماكن هنا في مصر لما بتروحها وتلاقيها بيئة منظمة ونظيفة انت شخصياً بتبقى جزء من النظافة وجزء من السلوكيات اللي موجودة في المكان ده وبالتالي دور الحكومة أن هي الكود بتاع التعامل بتاع كل الأماكن سواء الأماكن السياحية أو الأماكن الشاطئية أو الأماكن حتى اللي بيرتدها سياح لازم بفيه كود وانضباط وتنفيذ للقانون هو فيه أكثر من قانون المرور انت كنت أستطيع أن تراهن أن الشارع على مصر ممكن ينضبط لكن لما المواطن جات له غرامات وعرف أن الله حق وكل أنه فيه ردارات هينتصر صحيح صحيح نقطة البيهيفيور دي رقمها مهمة جدا نقطة تانية البروموشنال كامبينز أو الحملات التروجية في الخارج أنا أزعم يعني وانا لا في الدول العالم كلها أزعم أن إحنا عندنا أجمل شاطئ في العالم يعني 550 كيلو لمنسكندرية لحد حدود مع ليبيا دول أجمل شاطئ العالم مش بشهد تانا بشهد ناس كتير جدا أجانب وناس مالديف أنت بشوف رجلك في الماء بحقين بيتكلموا كده أنت عندك 2700 كيلو شواطئ بحر أحمر وبحر متوسط عندك أفضل مناطق في العالم كله مارس عالم بحر النب خليج نب رسل محمد عندك تلت أثار العالم عندك أكبر متحف لحضارة واحدة في التاريخ يظل اللغز بقى يعني أنا لا حتكلم في طاقة ولا حتكلم في صناعة لماذا لا تستغل لمصر موردة السحية أولا أول انطباع عند أي واحد أجنبي وحنا شفنا أجنب كتير عن مصر يقول لك إيه الفرع أول حق صح أو أنا غلطان يعني أنا ده الانطباع الأول أنا ليه ما استغلش هذا الأمر حملات توعية أنا بشوف الإعلام ليه دور الحكومة لها دور المنظمات المجتمع المدنيا لها دور كل الأطراف الفاعلة في منظومة السياحة لازم تحت مظلة الوزارة الجديدة في الحكومة الجديدة وإحنا بنتكلم أنا يعني ده ترنينج بوينت أو نقطة تحول الحكومة دي ليه حجم التحديات كبير وحجم متطلبات واحتياجات المواطنين من الحكومة كتير أوي وبالتالي الفترة المقبلة لازم تضافة كل جهور وكلي بالحضرتك يعني أنت لو أنا من وجهة نظري أن مصر لازم تكون في التوب تين في العالم من أفضل عشر مقاصد سياحية في العالم واجهات طبعاً ليه؟ ليه؟ لأن أنت عندك تنوع في المنتج السياحي ليس موجود في أي حتة في العالم سياحة علاجية سياحة مؤتمرات وحفلات وإحنا بنتكلم على مهرجان العالمين واحد من أهم المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط النقطة التالتة الشواطئ 2700 كيلو شواطئ واعتدال الجو على مدار السنة وكمان الساندي بيتشيز بتاعة الساحل والماية الفيروزية بكل درجاتها اعتدال الجو على مدار الـ 12 شهر المدن المليونية اللي بيتم إنشاءها رأس الحكمة الجديدة أو العالمين الجديدة ده مدن مليونية لامتصاص واستعاب الزيادة السكانية بالإضافة إن كمان تكون شغالة على مدار الـ 12 شهر كمان عندك تلتة أثار العالم ده كله محتاج خطة سياحية شاملة للنهوض بالمنتج السياحة المصري نحن نتكلم السنة اللي فاتت بالمناسبة ده أكبر عدد سياح زار مصري على مدار تاريخها كله 15 مليون سائح وجابت إرادات تقريبا 14 مليار دولار أنت قادر أنت تضاعف هذا الرقم والجزء الأول من السنة دي أعتقدت 7 مليون سائح صحيح في النص الأول 7 مليون سائح وبالتالي أنت تقدر في خلال الخمس أو ست سنين اللي جايين تضاعف عدد السياح دولي 30 وأنا في اعتقادي لو تم الاهتمام بملف السياحة وإعطاءه الأولوية للدولة المصريية خلال المرحلة المقبلة مع الزراعة والصناعة نقصد المصري حيكون في حتة تانية 7% معدن نمو انتصاص كل الخارجين اللي بيلتحكوا بسوء العمل وبالتالي السياحة والقطاعات الإنتاجية زي الزراعة والصناعة وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة ده أهم ملفات أمام الحكومة الجديدة وأنا أزعم طبعا الحكومة الماضية بالفعل أدت دورها في ظروف بالغة الدقة والتعقيد وأزمة فيروس كورونا وحروب وتوترات جيوسيا تأثر على أي حد ولكن الفترة المقبلة أنا أعتقد أن الحكومة الجديدة ستعمل نقلة في الأداء الحكومي وتلبيط متطلبات للمواطن المصري نحن متفقلين إن شاء الله بالحكومة الجديدة بتمنى لهم أكيد كل التوفيق وبنشكرك الكاتب الصحفي أحمد يعقوب مدير تحرير اليوم السابع ومسؤول الملف الاقتصادي كل شكرا لك يا فندم على وجودك بشكر حضراتكم وبشكر السيد المشاهدين